موسيقى تعليق كلام مضطرب جدا لأن ما قاله أو لأن الكلام لأنه عبارة عن خزعبلات حاول النهج التيمي التدليسي استخدامها للاستخفاف بعقول المتلقي فهل أن ابن العلقمي هو الذي أشار على الخليفة الخروج إلى هولاكو المصالحة معه على نصف خراج العراق كما أراد ابن كثير الإيحاء من خلال هذا الطرح أن يوهم القارئ أن ابن العلقمي غرر بالخليفة كيف هذا؟ لأنه هو الذي قال قال ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إلى هولاكو والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة يلاحظ هذا من الذي يقول؟ ابن كثير يقول يقول ثم عاد ابن العلقمي فأشار على الخليفة بالخروج إلى هولاكو والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة إذن هو الذي أشار نتفت جيدا هذه الإشارة السابقة قبل قليل قرناها إذن ابن كثير يقول ابن العقمي أشار له بالخروج والاتفاق على نصف الخراج وهنا يشير يقول الوزير الرافضة الملأ من الرافضة قال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عامل عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك لاحظ قبل قليل يقول هو الذي أشار على الخليفة بهذا الصلح على المناصفة والآن يقول هو الذي هدم وفلش وخرب وأفضل الصلح تدليس لا يستقيم أقول فهل أن ابن العقمي هو الذي أشار على الخليفة الخروج إلى هلاك والمصالح مع على نصف خراج العراق كما أراد ابن كثير ليحاء من خلال هذا الطرح أن يهم القارئ أن ابن العقمي غرر بالخليفة أو أن ابن العقمي جاء من جهة هلاك وحامل معه شروط هلاك للصلح وتبليغها للخليفة العباسي وهذا يظهر من كلام ابن كثير نفسه عندما أشار فيه إلى أن ابن العقمي قد غرر به هلاك حتى جعله حتى جعله ينقض اتفاق المصالحة بينه وبين الخليفة وحثه على قتل الخليفة وهل أن ابن العقمي هو صاحب فكرة المصالحة ولماذا انقلب عليها بين ليلة وضحاها أو بعد ساعات قليلة هو خرج حسب أكذوبة ابن كثير عادين مع الخليفة من أجل جلب الخزائن والأموال والمجوهرات وما موجود في خزائن الخليفة أحضر الشيء الكثير من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة فهل هذا التحرك كان ضمن عنوان المصالحة وفي خطوات المصالحة كما يشر سياق الكلام فلماذا حصل الانقلاب أو لا بأن الانقلاب حصل سابقا فأذن الآن اتيان الخليفة ودخول الخليفة إلى بغداد مرة ثانية لجلب الأموال الكثيرة والذهب والحلي إلى هلاك لا علاقة لابن العقمي بهذا وإنما أرسله هلاك مرغما لجلب ما عنده من كنوز فلماذا يضع ابن العقمي هنا ولماذا يحشر ابن العقمي هنا ويبقى الكلام يرجع الكلام إلى بداية وصول الخليفة هناك فإذا كان ابن العقمي هو صاحب مشروع المصالحة وهو الذي اقترحوا على الخليفة واستجاب له الخليفة وقادة الخليفة وأمت الخليفة التيمية استجابوا له فلماذا حصل الانقلاب على هذا الاتفاق بين الليلة وضحاها أو بعد ساعات من الاتفاق ولا ننسى كما ذكرنا قلنا بمجرد أن خرج الخليفة مع سبعمائة عزل الخليفة مع بعض الأشخاص وقتل الآخرون جميعا إذن أين اتفاق الصلح؟ كم استمر؟ كيف حصل؟ ومتى حصل الانقلاب؟ ومتى وسوس ابن العقمي لهلاكو حتى يغير الموقف على الخليفة وينقض الاتفاق؟ أقول وكيف قبل هلاكو استخفاف ابن العقمي به بالإتيام بمقترح المصالحة؟ ولما تمت أتاه بمقترح نقض ما تم الاتفاق عليه؟ ترجمة نانسي قنقر